موسيقى في بداية حلقتي خالص اتكلمت عن مشكلة التنمر للأسف التنمر موجود في كل حياتنا هنبدأ كده بالبيت الصغير وهنطلع شوية للأكبر وللأكبر وللأكبر البيت الصغير وهي الأسرة المكونة من الأب والأم والأبناء في تنمر انت وحشة انت عاملة كذا زي فلانة انت شعرك في لونك وشك عينك مذاكرتك انت فشلة انت مش كويسة انت سلوكك مش كويس مش هقول ان التنمر بين الأب والأم والأطفال بس لا حتى بين الزوجين طول الوقت طول الوقت بقينا كلنا بننطقد بعض كلنا عينينا رايحة على كل الوحش من غير ما بنشوف أي حاجة حلوة الزوجة طول الوقت بتشوف كل عيوب جزها وهو بيشوف كل عيوبها عينينا معددش بتروح لحاجة حلوة حتى لما بيكون عندنا أطفال ما بنشوفش ان هما مميزين في حاجة لا برضو عنينا بتيجي على الحاجة اللي مش كويسة وبنتنمر عليها نطلع برا البيت في الشارع أنا خلاص شربت في البيت ما هو كافي من التنمر وطلعت الشارع بنفس الإحساس بنفس الطاقة فأقل كلمة هسمعها في الشارع من جاري أو جارتي أو زميلي أو شاب أو طفل بيلعب مع طفل هترصخ فكرة الفشل في جزء معين أو إن فيه عيب وديفوه معين في البناء دم ده هطلع برا الشارع وهروح المدرسة هكمل الجامعة وهكمل متخيلين إن أنا لما ربي طفل من وهو صغير لغاية ما يكبر ويبقى شاب بالتنمر ده هيبقى إيه؟ هيبقى شخص يا عدواني يا سلبي يا ضعيف هيبقى جواهة مشاكل وتركيبة نفسية بشعة هنتكلم عن التنمر بكل أنواعه بكل تفاصيله يسعدنا يكون معنا أستاذ عبد الرحمن مؤمن محاضر تنمية بشرية وعلاقات أسرية بالمكتبات العامة التابعة لدار الكتب أهلا بيك أهلا بحضر في البداية خالص أنا عايز أعرف تعريف وسيط للتنمر هو طبعا التنمر هو أولا هو صفة زميمة جدا نحن ممكن من خلال نحن نأذي الآخرين سواء بالكلمة سواء بالنظرة سواء بأي نوع من الأشياء اللي ممكن تخلينا أن نحن نأذي الآخر اللي نحن نكهر الآخر وطبعا كلنا عارفين نحن ممكن كتير اكتابت وفيه ناس انتحرت بسبب إيه؟ بسبب الكلمة اللي هي الكلمة السيئة أو النظرة السيئة أو الإشعات عشان كده هنلاقي أن القرآن يتكلم عن حاجات اللي هي كده كده كتير يعني أنا ولا تنابزه بالألقاب الناس اللي ممكن تقول لقب على إنسان مثلا اللقب ده يكون رقب بيديقه حاجة بالسيئة ليه وربنا قال ويلو اللي كل همزة اللومزة وحذر من هذا الأمر برضو حذرنا ما يلفزه من قول إلا لديه رقيب عتيد الموضوع مش إنه إحنا نبقى حفظين الموضوع مش إنه إحنا نبقى عارفين الأحاديث ومجرد أول آيات وإحنا بنرددها متدبرين معناها متدبرين معناها يعني عارفين يعني إيه قيمة الكلمة الكلمة اللي هي إما فعلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لما إحنا عمدنا المنهج ده وفعلا بنتعامل كده ألاقي نفسنا إحنا بنريح نفسنا والآخرين لكن ممكن فعلا شخصي بقى مركز قوي مع غيره ومش مركز مع نفسه يا أيها اللي زين أمانوا عليكم أنفسكم المفروض اللي أنا إيه يعني بركز مع نفسي بركز مع عيوب نفسي أكتر من أركز مع الآخر هي دية لسه متجوزتش ليه هي دية دي مش عارف إيه بيرك مش عارف كلام أو ألفاظ حاجات بتبقى وحشة جدا بتخلي كمان ممكن الوحدة بعد كده ما بقى تقول مثلا لا ده قطر الجواز مش عارف فاتك ده مش عارف إيه والكلمات الترديد اللي هو بيبقى تنمر فعلا زي ما حلقتها فضلت كده سواء من البيت سواء من الجدان سواء من كده تختار بعد كده ممكن إيه حد هي أصلا مش مجتمع بيه حد هي أصلا شايفاه لو هو شخص أصلا مش مناسب حد ممكن يكون هو أصلا كان برده بيتنمر عشان تتحلص من الكلمة اه أو ممكن هو نفسه أصلا كان بيتنمر قبل الجواز يعني عصب جدا وأسلوبه سيء جدا جدا ممكن يقولك إيه الجوازي دلوقتي وبعد كده تبقى إيه غيرين تبقى تبقى تغيري منه وطبعا بعد كده بيبقى ما بني على باطل فهو باطل بيلاقي بعد كده اللي إيه الموضوع نفسه أصلا بدأته غلط فهيلاقي بعد كده العصب ده تعامل فهم خلاص أقلمون لهو عصبين إن من كتر هم بيرددوا هلأ سيبوه أصلا هو عصب يبقى إيه هيزيد فالعصبية مش هيوقف حتى عند إيه عند حد معين هلاقي الأولاد هيجوا إزاي هم بياخدوا نفس الصفات اللي هم بيشوفوها نفس التركيبة دي شافوا أسلوب التنمر يبقى هيتربوا على التنمر وده بنشوفه حتى في أولادنا لأنه ممكن مثلا الأب أو الأم يدفعوا عن الإبن هو غلط لأ ده أنت صح وهم غلط أنت صح ترديد أنت صح دي بعد كده بتخلي ممكن الواحد يبقى إيه يبقى شخصية كمان نرجسية أولا يعني هو أصلا شخصية متنمرة إنه طبعا فيه علاقة كبيرة جدا ما بين التنمر وما بين الشخصية النرجسية اللي هي بتكون أسلوبها أصلا على طول يحقد على الناس يكون كلامه سيء مع ضحيته طبعا بره بيبقى جميل وبره قيوت الشخصية النرجسية تحديدا هو مش بيبقى عارف إنه نرجسي هو مش بيبقى عارف إنه بيقزي اللي حواليه هو فاهم إنه هو حواليه هالة وإنه هو حاجة فظيعة جميل ما هو ده بقى بسبب إيه بسبب إيه حضرتك بسبب الأسرة برضو في البداية الأب أو الأم اللي هو وضح له اللي أنت دايما إن الناس هما اللي غلط وإنت صح أنت صح على طول ديت عشان كده ما بيجي يكبر فبيلاقي اللي هو إيه على طول هو مقتنع إنه هو صح فبالتالي عشان كده حتى هتلاقي إنه نرجسي بيقى مرتبط أو بأمه طب أنا عايز أعرف الصح هعمل إيه الصح إنه أنا أهاجم ابني لما يعمل حاجة غلط ولا إنه أنا طول الوقت أقوله أنت صح ويعني الوسطية هو خير أمور الوسط يعني وكذلك يجعلناكم أمة موسطة إلا أنا أفهمه وإما أجي أقوله ما بدرش أردد ليه كتير قوي يعني مثلا يبقى عايز زغوار كده وإيه يردده على طول حرام 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 يصبح بعد كده خلاص كلمة ديه ما بتأثرش فيه غلط 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 تبقى ستلاقيه بعد كده بيعنيت لأنه إيه هو غلط ليه هو غلط وخلاص أم بابا يقول حاجة أم أم تقول حاجة خلاص ما تتطخش يبقى خلاص كده أنا أصلا ما فهمتوش حتى منعت عنه اللي هو أصلا حتى يتفكر لو يعرف هو الغلط ليه وصح ليه لا يعني تعمل حاجة دي إما بقى إيه هتتدرب فأنا كده بس عمله لإيه التهديد بس عمله برضه أسلوب لإيه التنمر بالتالي أو يعني بيحصل الكلام ده بقى حتى إيه تلاقيه بعد كده هو بيتنمر على مين هو بيتنمر على اللحاء على أخوه على أصحابه على كده إن هو اكتسب السلوك ده من مين من الأب والأم طيب أستاذ عبد الرحمن كلمة تنمر تحديدا كلمة جديدة على مجتمعنا مش على مجتمعنا بس هي جديدة على كل المجتمعات زمان كانوا أهالينا بينتقدوا الصفات السيئة فينا لتعدلها ولتغييرها وكانوا بيقارنونا بزميلنا لتحفيز المنافسة أو أنا بقى ذاكر زي صاحبك فلان أنت ليه خايب مش شاطر زي للتحفيز وليس للتنمر كلمة تنمر دخلت مجتمعنا جديد وسادت وبدلوقتي أي حد بيكلم أي حد في أي حاجة لو أب وابنه لو زوج وزوجته لو جار وجار ولو إخوات أنت بتتنمر علي ومعادش التنمر قاصر على الاعتراض على الشكل لو فيه مشكلة ولا الاعتراض على ده في كل حاجة في كل حاجة حرفية هو كمان هي فيه نقطة مهمة جدا بقى اللي احنا هو المصطلح كاسم هو جديد لكن هنه أصلا الموضوع نفسه قديم جدا 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 يعني إحنا عندنا أول بداية حالة تنمر حصلت كان مابين قبيل أما أتل أخوها بيل وبعد كده كانت النتيجة إيه وده النقطة اللي احنا أصلا يعني الهدف من الحلقة النهضة اللي احنا ما نيجي نتكلم أني دايما الشخص اللي هو بيظلمك الشخص اللي هو بيتنمر عليك لازم تعرف بعد كده أني اللي انت لا تنتصر أني ما لي هذا الكتاب لا يغاضر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يعمل مسكرة زرات خيرة يرى ومن يعمل مسكرة زرات شريرة فهنلاقي هنا قبيل إلا حصل يعني في الآخر فأصبح من الندمين فأصبح من الخاصرين يعني ندم وخسر وخسر والله بعد كده اللي جاء بعد كده إيه ابني من أبناء يعني بعد مرور خمسين سنة جال سيدني آدم ابن نبي وبعد كده كمان كان زروريته زرورية صالحة فهنلاقي مهما زاد اللي ابتلاء علينا ففي الآخر لازم هنلاقي الخير يعني ده لازم بس لازم أما يكون أنا عندي ثقة ثقة في الله فعلا ممكن واحد يتعرض للتنمر فيقول إيه هو يعني أنا ما فيش إلا أنا اللي يحصل لكده أنا حياتي عطو سودة أنا حياتي عطو مايفهمش يعني إيه مفهوم إلا أنا مبتلة فالمبتلة ده يعني ربنا بيحبني مبتلة ده أما أنا أفضل أشكر ربنا فربنا هيرحمني لكن أنا طول ما أنا معترض ممكن يزيب برضو الاعتراض أو يزيب برضو الابتلاء وإنت برضو إيه فالآخر ما بتاخدش حتى حسناته ولا بتاخد حاجة هو للأسف الجزئية دي صح جدا كتير مننا لما بيكون عنده ابتلاء في صحته أو في أولاده أو ابتلاء في المال بينسى حاجة مهمة جدا فلنبل هو أنكم بنقص في رب الله أه ولنبلكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إله وجعون الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون ففعلا إحنا بنخفل عنده بنعتبر إن الابتلاء ده إشمع نحتاج يعني فيه الناس بتنشق اتنين المؤمن بيعتبر إن دعقب من ربنا ما يعرفش إنه هو يعني ربنا بيخفف عنه المؤمن المؤمن بيبقى عارف لأن المؤمن بيبقى عارف طبعا المؤمن بيبقى عارف اللي ده ابتلاء فبيصبر طبعا وبيشكر ربنا أكتر وما بيشكر ربنا أكتر ربنا بيزيده بيزيده خير بيزيده خير بيزيده خير وبيزيده برقة وبيفهم بعد كده المحتوى بعض الناس اشمعنا أنا اشمعنا أنا اللي ولادي حصل لهم كذا اشمعنا أنا اللي ما معيش اشمعنا أنا اللي عندي كذا اشمعنا أنا اللي دايما متعكن احنا في ضر بلاء احنا في ضر ابتلاء ولقد خلقنا الإنسانة في كبد ما قالش فرعين ولقد خلقنا الإنسانة في كبد آه يعني وكمان في الآية ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولينا ترجعون يعني احنا أصلا معروف اللي احنا في حياة مليانة بالفتنة ألاقي برضو حتى سيدنا نوح يعني دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وفي الآخر كانت النتيجة وما أمنى معه إلا قليل زوجته وابن من أبناءه نفسهم كمان كنويه يعني ما كانش على حق وإيه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وهنا بقى مش عاوزين إنه هو المسأل هو بيتقال برضو هو باب النجار مخلة هو الفلاني هو بيقول الحكم وبيقول مش عارف إيه وبتكلم مثلا في حاجات ممكن في علاقات أسرية أو بيتكلم في كذا أو الشيخ الفلاني ده ابنه مش عارف كذا كمه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما قدرش له هو يهدي إيه قدرش له هو يهدي عمه فالهداية ديت من عنده إيه من عند الله وهنلاقي حتى سيدنا موسى يعني شوفي قد إيه عانى من تنمر فلعون والصحر بعد ما آمنوا قد إيه عانوا من تنمر فلعون ويوسف عانى حتى من تنمر من إخواته نفسهم وبعد كده هم ندموا القصص الكرآني ده ده بيعلمنا مش مجرد اللي احنا بنسمع كده حواليه هنرجع تاني للتدبر احنا للأسف في بعض الناس بعض المسلمين بيقرأوا القرآن من باب القراءة فقط لغير ولا يتطبروا معاني الآيات ومعاني الكلمات ولا بيفهموا القصص يعني مش ده مهم جدا فيه بقى الأمور كمان أمر مهم جدا وهو في الأدب الجاهلي يعني ألاقي أني فيه أمثال أو أبيات شعرية كانت للأسف يعني فيها كتير قوي من الجهل ومن البطش ومن سرعة الغضب ومن التنمر طبعا وليها كمان علاقة ببعض الأمثال الشعبية اللي احنا كمان بنرددها حاليا يعني مثلا فيه بيت اللي دورايد بن الصمه بيقول إيه وما أنا إلا من غزية إن غوض غويته وإن ترشد غزية غزية دي قبلته هبيقول أنا مع قبلته أنا مع القبيلة بتاعتي بتدل يعني على العصبية القبلية مع قبلتي في الحق لو هي مشت حق ومع قبلتي في الإيه في الباطل لو هي مشت في الباطل أي مكان أنا معها في أي حاجة وزهير بن أبي صلمة برضو بيقول ومن لا يوزد عن حوديه بسلاحي يهدمه المعوش بقى أسلاحه بقى معاه يهدمه بقى ومن لا يظلمه الناس ويظلمه فهنا عندهم مبدأ الإيه الزلم والبطش وكده نلاقي عمر بن قاسوم بيقول حاجة كلها مليانة تنمر ومليانة كلها عصبية قبلية وكلها بقى الأمثال بقى اللي احنا بردده كده أنا وبنعم على الغريب واللي رشك بالمارش بالدم والحاجات اللي احنا بنسمعها دي بيقول ألا لا يجهلن أحد علينا تكلم على قبلته فنجهل فوق جهل الجاهلين لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدأه ظالمين يعني شايفة بقى الأسلوب كله مليان تنمر شديد جدا حتى الديكتاتورية والسلوب الديكتاتوري موجود برضه في الأدب الجاهلي تنمر بس ده كمان اللي هو يعني محدش يقدر علينا اه يعني السموءل كان شاعر يهودي يمني كان عايش في الكباري العربية وكان بيقول ايه وننكروا ان شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقوله احنا ننكر عليه حد لكن ما فيش حد ينكر علينا الكلام فكل ده حاجات من أساليب التنمر ولكن بقى إذا تدبرنا أشد أنواع التنمر اللي ممكن يعني تكون ملخص لحياتنا كلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له من ابتلاء شديد جدا ما تعرض له سواء من ابتلاء ساعة يعني بعد ما توفيه عمه أبا طالب والسيدة خديجة في عام الحزن وقال فيما معنى كلامه يعني والله ما نالت مني كريش إلا بعد وفاة ايه أبا طالب عمه بالصورة المبالغ فيها جدا دي لهم تنمروا تنمر شديد جدا وحصل تنمر على الصحابة بأسلوب شديد جدا وحصل تنمر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شرفه طبعا في حادثة الإفق وحتى بعض المؤمنين خادوا مثل ما خادل ايه الاشخاص اللي هم خادوا في شرف السيدة عائشة وطبعا الندم وبعد ذلك هللاقي حتى اللي حصل تنمر للنبي صلى الله عليه وسلم في فجدان أولاده ودي نقطة مهمة جدا لهم مثلا يقولك ايه ده معيوب ده معيوب عشان مثلا ما بتخلفش تب دي حاجة بتاعة ربنا حاجة بتاعة ربنا المنفعش اللي احنا نقول كده كأننا بنعترض على حكمة ربنا فلا إن ده بسعى صلى الله عليه وسلم وأولاده كلهم يموتوا في حياته ويعيروا شخصوا يقولوا يا أبطر يا أبطر حتى ينظر قول الله تعالى إن أعطيناك الكوسر والكوسر هنا كل الناس عارفة لو هو نهر في الجنة ولكن هو نهر في الجنة ولكن كمان في الدنيا امتداد نسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة وطبعا ربما اللي عارفين يعني هذا الأمر أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ممتد في كثير جدا من الدول العربية الآن إن أعطيناك الكوسر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر اللي قال عليك اللي أنت أبطر هو ده الأبطر وهو ده فعلا لو أصبح مالوش أي نسل ولا ليه أي زرورية وحتى الناس ما بيكونوش عارفينه أما النبي صلى الله عليه وسلم فامتداد نسبه الحمد لله ممتد حتى قيام الساعة طبعا كلنا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى عادل جدا ربنا سبحانه وتعالى إدى لنا كلنا زي بعض إدى لكل واحد اللي 24 إراد بتوعه في حد خدهم كلهم مال في حد خدهم كلهم صحة في حد تقسموله صحة ومال وأبناء ومكانة اجتماعية ومحبة لكن ما ينفعش أبص الجزء واحد لشخص وأقول إش معنا ده فيه كذا ليه هي عندها كذا يا ريت لما نبص على حد نبص على حياته ككل من كل الجوانب ونشوف إحنا نقدر لو إحنا عايزين المنح اللي عنده نقدر بقى نشيل الحاجة اللي عنده اللي مش كويسة لو إنت عايز فلوس فلان تقدر تشيل تعبه أو تقدر تشيل بتلاقه في ولاده أو تقدر تشيل أي مشكلة عنده إنت ما تعرفهاش للأسف مش كل الناس بتقدر تعمل ده آه مظبوط وكمان فيه نقطة مهمة يعني إحنا مثلا بنلاقي متحد الأعاقة متحد الأعاقة طبعا عندهم بتلقات شديدة جدا وبيعانوا من التنمر بشدة خاصة متحد الأعاقة الزهنية أو الصم أو الأغزام دول بيتعاودوا بصورة شبه يومية طب بيتعاملوا إزاي؟ بيتعاملوا بقى باللي هو العناد الإيجابي اللي أنا أما أشعر بالغضب أشعر بغضب إيجابي أما أحس بإن أنا في حد بيتنمر علي أعالج الموضوع ده بشكل إيجابي إزاي؟ إنه هم برغم كل التحديات اللي بيعانوا منها دي لأ ده بيقدروا اللي هم يكونوا متوفوقين في الدراسة يكونوا متوفوقين في الجانب الرياضي يتعاملوا مع الأشخاص زيات اللي هم يقدروا اللي هم يثبتوا نفسهم بل وكمان بيشاركوا في الأعمال التطوعية يعني أنا عامل مبادرة من منذ عشر سنوات عامل مجموعة كبيرة جدا من متحد الأعاقة أنا اللي بأخذ منهم متقل إيجابية وبينزلوا معنا في الأحداث وبينزلوا معنا في المدارس بل والله يبيصفروا محافظات عشان يجبروا بخطر الناس وكمان يساعدوا ناس سواء مديا أو يساعدوا ناس معنويا أو يساعدوهم بالأدوية وهم بالكراسة المتحركة أو مكوفين أو بأعقات مختلفة فما إنك ذكرت متحدي الأعاقة أنا عايزة أوجه رسالة لكل أم وأب عنده طفل متحدي أعاقة آه طبعا الأمهات لهم دور كبير جدا لأن في بعض الأمهات الأمهم يكونوش مدركين الأمر ده فممكن يخلوا أولادهم يكونوا منعزنين الأسف ما ينزلهم شي ونفس الكلام بس مش متحدي الأعاقة نفس الكلام حتى التنمر اللي بيحصل للأشخاص اللي هم مثلا ممكن يكون عندهم مرض نفسي أو افتئاب أو كذا ممكن يكون ده بسبب برضو الأم والأب من قصرة المقارنات المستمرة هو فلان شوف هو عامل زي هو أنت تفرق عنه إيه هو أنت هو أحسن منك في إيه مع إن ضربات العقل بتختلف مع إن ظروف الناس بتختلف فأنا ما أقدرش إلا أنا أقيم ده بده عشان كده بنلاقي ناس كثيرة أوي زي ما يقول بتبقى إما شخص نرجسي بسبب اللي هو لقى كتير أوي من الانتقادات ولاقى كتير أوي من التصرفات الخاطئة ولاقى كتير من السيروكات الخاطئة أو إن اللي إيه بعد كده حتى بقى سايكوباتي بقى اللي هو أسوأ بكتير جدا اللي بيعمل بقى الجرائم اللي هي الكبيرة والجرائم اللي هي المافيا والحاجات اللي هي الكبيرة جدا بسبب اللي هو إيه ناقم أصلا على المجتمع مين اللي علمه اللي هو يكون ناقم على المجتمع إلا بسبب الشعور بالتنمر وشعور بالزول والشعور بالمهانة فهنا عاوز سورة تانية خالص عاوز أبقى ملفت بأي طريقة زي بالضبط كده كان فيه أخصائية معنا كانت بتقول على نقطة مهمة هل بتكلم إن فيه واحد عمل إيه يوريهم اسكتش كده الرسومات وحاجات زي كده فهي يعني هو لاحظ إن هي ملتفتة لزميله بس فهو عملي ولها شوف يا ميس الرسمة دي شوف الرسمة دي فهي مش واخدة بلها ففي الأخر أم عمل إيه أم شايف الرسمة بتاع الزميله أم أطها هل عاوز يلفت بقى النظر بأي أسلوب ما أنت ملتفتش بقى ليا بالسلوك بقى لنا بقولك الرسمة الرسمة اللي أنا عملتها وانت شايفة رسمة الولد التاني زميله ففي الأخر أم عطله عشان يلفت النظر بأي طريقة وده اللي احنا بنلاقيه حتى في البيوت مثلا الولد عاوز يلفت النظر بأي شيء جايبي شوف مثلا المهيبة الجميلة بتاعتي شوف مش عارف ايه فماما مش عارف تسمع وبعد كده بقى ايه ماما بقى تسمع بقى اما ايه اما هو بقى يضرب اخوه طب بقى يلا بقى اروح نضرب ماما هو لفت النظر وخلاص عشان كده حتى ممكن تلاقي ولد مثلا يبقى ابن يعني ابن مثلا واحدة يبقى مثلا تعبان وفجأة كده ما يلاقي فيه اهتمام به خلاص يقولك لا ده خف خلاص ده خف هو اصلا هنا لقى الاهتمام وكده هو عاوز الاهتمام وما كنا بننزل من المدارس كنا بنلاقي ان المشكلة حتى كتير قوي في المدارس حصة في السن الاعدادي عاوزين الولاد بتشكي من انها بتشعر بوحدة ده طفل لسه يعني ده لسه في اعدادي بيشعر بوحدة ايه سن اعدادي للأسف مش ببقوا حاسين ان هم اطفال هم عدوا مرحلة ابتدائي وفي نفس الوقت ما وصلوش لمرحلة الشباب اللي هو سن مش هقول سن المراقة هو في النص لا هو صغير ولا هو كبير فعايز يعيش كأنه كبير ويعامل معاملات الاطفال تمام بس هو ايه هم محتاجين ان حد ما يعودش ينتقدهم كتير ومن ناحية تانية يحتويهم ويفهم منهم ويسمع منهم بسمعك ببقى مبينلك ان انا مهتم بيك ومهتم بكلامك وبخليك كمان انا بتكلم معك وبسمع رأيك واجي احكيه لك مثلا بعد ما خلصت شغلي فاجي احكيه لك اقولك ايه رأيك في كذا وهو بقى عاوز يعمل بقى لو هو راجل فانا احسسه بالموضوع ده احسسه بقدر المسئولية مش اللي انا امنعه عن المسئولية اقوله لا اذا انت لسه صغير انت لسه كذا طب انا بقى لسه صغير طب هلاقي برا اللي بيقولي انت كبير بقى انا اخليني معك كبير وهاند مع اللي بيقلل مني عشان كده احنا برضو في بداية المقدمة حضرتك طبعا ان ذكرتي الجزء اللي هو السلبي في الامهات وفي الاباء وكده مثلا هو اللي هم مثلا ممكن بيقوله الكلمات السلبية وكده ولكن عاوزين كمان نتكلم على الجزء الايجابي لعالي الناس اقتدى به اللي احنا بنلاقي مثلا معنا اشخاص في المبادرة عندنا يعني بنلاقي امهات واباء بيهتموا جدا باولادهم بيهتموا جدا ان هم يشغلوا اولادهم بجانب رياضي بجانب عمل تطوعي اللي هم مثلا ياخدوا الاولاد ويخليهم يشاركوا في الاعمال التطوعية عشان يخلوهم يوجهوا التنمر بصورة عملية ما جاءت نعمل مع متحد الاعاقة فبدل بقى ما هتبطب عليه ولا كده لا انا باجي بتعايش معاه بيحصل دمج ما بين كل دول مع بعضهم ما بيجي مثلا ينزل لاحداث فيعرف هنا نعمة ربنا عليه نعمة اللي لليه بيت ودول مثلا ايه عايشين في الاحداث او عايشين في دول الرعاية فبدأ هنا يعرف فعلا نعمة الرضا بصورة عملية ودي نعمة بيرة جدا مش يقوم مثلا في البيت ويبقى قاعد يقول او انا ده نقعد في عش ده نقعد او انا او انا اللي قاعد فيه ده كده مش شايف اصلا المصاريف ولا التعب والده ده اي حاجة انه هم كده كده اصلا مش شافش غيره ومعرفش لكن هنا هنا لازم اخلي الاب يكون لي دور يجي يقولك بقى احنا ملاحقين احنا طول النهار وطول الليل بنشتغل وده غلق برضه ما انا في الاخر انا انا بشتغل والنعيشة والبتاع طيب وابني ولا عرف قدر المسئولية ولا عرف الفلوس دي بتيجي ازاي ولا لقى حد اصلا يسمعه ولقى الطرف التاني اللي هو اللي على النت او لقى اللي هو صديق السوق يسمعه يبقى انا كده بوص كل اللي بعمله طب انا عايزة اتوقف عند الحتة دي ان استاذ مكرمان وده للأسف مشكلة موجودة في كل بيوتنا مش هندحك على بعض ومش هنحط رأسنا في الرمو كتير جدا مع متطلبات الحياة الاب بيكون طول اليوم فعلا في الشغل وللأسف مش في شغل حكم نفسه ان هو يقدر يفصل ويرجع بيته والأم طبعا لو بتشتغل برضه بتكون في الشغل الصبح وبعد الظهر في البيت مطحونة في البيت فحرفيا ما بيكونش عندهم الطاقة دي ما عندهمش طاقة ان هم يشرحوا كل حاجة لابنهم كمان في مرحلة عمرية للأبناء ببقوا محتاجين فيها حد يتكلم معهم كتير قوي هم عندهم طاقة وعندهم استعداد يتكلموا 24 ساعة والأب والأم ما عندهمش ظرة مجهود ولا طاقة ان هم يتكلموا 24 سانية ازاي نواستم الامور دي هقول لها حضرتك يعني فيه اشخاص كتير جدا موجودة معنا أنا طبعا بيكلم حضرتك من خلال يعني 10 سنين من تجارب في أثناء الموضوعات الموضوع بيحتاج بس تنظيم الوقت بيحتاج احنا ممكن مثلا نشوف حضرتك بالأب والأم اللي احنا برضو بنتكلم على حضرتك بتكلمي عليهم في عرضة دقيقة على النت في عرضة دقيقة برضو ممكن بيبقى فيه تواصل وفيه كذا وممكن يبقى عنده وقت اللي هو ينزل ويخرج بسا مع زميله أو كده أنا مش بتكلم عن الأب والأم اللي قاعدين على الانترنت أنا بتكلم عن اللي فعلا مطحونين في دوامة الحياة على سبيل المثال لو الأب مدرس بيروح المدرس الصبح وطول اليوم في الدروس الخصوصية ده أنا بدي مثال على سبيل المثال لو الأب طبيب في المستشفى الصبح وبعد الظهر في العيادة يعني حضرتك بتكلم مع حد أنا بتكلم على بعض الوظائف اللي فيها احتكاك بالناس وبالتالي لما بيدخل بيته اللي بيكون عايز يسمع ولا يتكلم تمام أنا هقول لحضرتك على حاجة يعني مع أنا واحد برضو يعني سورة عملية إن فيه شخص من الناس المطحونة دي وعنده ولدين توقم صغيرين فبيقول أنا ببنزل فبخلص شغلي كده فبفضل ألف عشر دقيق كده يعني في الشارع أتمشى كده طيب حيث اللي أول ما هم ييجوا يسقبلوني هم اللي هم مش زنب فيسقبلوني فأنا ما عملش بقى إلا أنا إيه قولهم لأ ده أنا عفريت ادينا بتنطف في وشي مش عارف إيه فهو عنده فكر يعني عندي فكر اللي أنا مش مجرد موضوع المصاريف يا جماعة يعني إحنا بنتكلم إن إحنا حنتعب نفسنا جدا عشان نعرف نكفي المصاريف عشان نعرف نكفي كذا طيب الولاد أصلا في الآخر ما بيعرفوش إيمة الحاجة دي طبعا مش بيكلم على أسلوب التعميم يعني فأنا لازم اللي أنا أعرف إن من الأساسيات لازم أدي وقت لأولادي بس هو الموضوع كله بيحتاج إلينا إحنا إزاي ننظم وقتنا إزاي الموضوع ما يبقاش ماشي معنا عشوائي إزاي حتى اللي أنا ممكن على أقل مثلا ما بين يعني أكيد في وقت راحة في الشغل فعلى أقل أنا أتصد بإبني بس وأنا بتصد بيه كده يعني أسلوب اللي أنا بكلمه يا صاحبي بكلمه فعلا بأسلوب احتواء بكلمه ويعني مش بسيك التعب لأ عندنا وقت بنيكلم زمينا وبندردش أحيانا في حاجات ممكن يبقى فيها تنمر وغيبة ونميمة بالنسبة للناس كثيرة أو بتعمل للأسف كده فلا أحنا عايزين الوقت ده نستثمره في طاعة الله إن كل حاجة يعني إحنا وما خلقته الجنة والإنس إلا ليعبدون العبادة هنا مش عبادة الصلاة العبادة في كل حاجة عبادة في اللي أنا تتقي ربنا في شغلي في اللي أنا مقولش لحد كلمة سيئة في اللي أنا أكبر برخواطر في اللي أنا أصل الرحم كل دي عبادات في اللي أنا أهتم برعاية بيتي مش لازم أنه ندخله مدرسة تكون مدرسة هاي قوي مثلا أو كده مش لازم أنه ندخله مستوى عالي جدا وفي الآخر هو ما تعلمش لأنه هو هيتعلم في الأساس من البيت للأسف برضو موضوع المدرس ده مهم جدا أحيانا بيكون الأب والأم من الطبقة المتوسطة وتقترب من الطبقة اللي فوق ولكن هو حرفيا في الطبقة المتوسطة فبيعافر وبيحارب أنه هو يدخل أولاده مدارس إنترناشنال أو مدارس لغات بشكل معين علشان ده للأسف بيأذي أولاده لأنه لا بيكون عايشهم في مستوى ولا قادر يكمل معاهم أنه هم يرفعهم للمستوى الأعلى ياريت نبص للنقطة دي كتير جدا من الأبهات والأمهات طبعا كلنا عايزين أولادنا يبقوا أحسن حد في الدنيا وعايزين نديهم حرفيا عينينا لكن ما ينفعش أكون أنا ظروفي المادية ما تسمحش بقصة مدرسة غالي وعلشان ولادي أدخلهم مدرسة فوق طاط أنا هعد في المطحنة دي لغاية ما يخلصوا جمعة ومش هفوق حرفيا وفهم أن أنا عملتك كويس لأ أنا ما عملتش حاجة كويسة لأن ولادي في المدرسة دي بيقابلوا مستوى أعلى منهم وبيأذيهم نفسيا ولادي في المدرسة دي ما بيعيشوش العيشة اللي المفروض يعيشوها أنا لو دخلتهم مدرسة معقولة أنا ما بقولش أدخلهم مدرسة وحشة معقولة هعيشهم في مستوى كويس هعيشهم بطريقة كويسة فياريت ننتبه كويس أوي للحتة دي وطبعا يعني للأسف الناس بيبقى بعض يعني الناس بيبقى واخدين الموضوع بقى من باب الوجاهة يعني لأننا هدخلوا المدرسة دي عشان إيه؟ عشان الناس يقولوا إن كذا كلمة يقولوا اللي احنا بقينا عايشين فيها للأسف بقى أحد المشاكل الخطيرة أوي اللي احنا بنعاني منها هما احنا هنجوزها عشان الناس بيقولوا كذا احنا بعد ما مطلقة فإيه؟ لا الناس بتقول كذا ونسمع تسمع كلام كتير أوي طب أنتوا أصلا يعني أكبرتوني مثلا على الزواج وكان جوازها لأسف مثلا ما كانش فيك تناعمل البداية وبعد كده بعد الطلاق برضو تنمر وحالات تنمر كتيرة جدا 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 وطبعا ده في الآخر كله عشان إيه؟ الناس بيقولوا الناس بيقولوا ودي نقطة من النقطة المهمة جدا حتى في الأعمال التطوعية بنلاقي بعض الأشخاص مثلا ممكن ينعزل خالص على عمل التطوعي أس الناس بيقولوا عليه لو ممكن يكون بتربح من العمل التطوعي ده أس الناس عملته بتراوحشة طب هو أنت بتعمل العمل ده للناس لله إن ترك العمل من أجل الناس برضو جزء من الرياء اللي أنت سيبت العمل ده ليه؟ عشان الناس بيقولوا كذا لا أنا مش هعمل الخير والمير بحر ده مسأل غلط أنا بعمل الخير وأنا عارف لليه جزاء فمن يعمل مسكالة زرة خيرة يرى ومن يعمل مسكالة زرة شرة يرى ربنا بيقول إيه؟ والعصر إن الإنسان لا في خصر بس حالات الاستثناء بقى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والإمام الشفعي بيقول والله لو لم تكن يعني في هناك صورة إلا صورة العصر كفت إن هي بتلم أصلا حال الدنيا كلها ولا يحط في يعني صورة الضحى كتير أو اللي يعرف أسباب نزولها بيعيش معها جدا ويعرف قد إيه يعني كم من هم كل اللي عندهم ابتلقات يعني طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في فترة كان مريض ومقدرش اللي هو يصلي اللي هو التهجد وحاجات زي كده فالمشركين كانوا بيجوا بيسمعوا على طول بيقوموا سماعين النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي فالأول هو جا في الوقت ده ما كانش بيصلي اللي هو صلاة قيام الليل فقالوا إيه إن يعني إيه محمد ربه قلاه ومحمد ربه ودعه فبعد مرور يعني طبعا اختلفت روايط فيها بس يعني غالبا هي أربعين يوم نزل بعد كده وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاه ولا الآخرة خير لك من الأول والآخرة هنا مش مقصود بها الآخرة بس اللي هي الآخرة اللي هي الضر الآخرة ولكن كمان الخدم ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترة وهنا بقى ألم يجدك يتيما هنا بقى الختاب فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وهنا بعد كده بقى العبرة فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدس وهو ده اللي ممكن اللي احنا نختب به صدق الله العظيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأوصيكم ونفسي ببداية جديدة من اللحظة دي تعالوا انفرمت دماغنا وانفرمت حياتنا ونحط أسس جديدة لحياتنا تعالوا نحب نفسنا ونحب بيوتنا ونحب ولدنا ونحب بلدنا بشكل مختلف تعالوا النهاردة اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي نبدأ حياة جديدة حياة جديدة من بداية النهاردة من بداية نهار جديد وبرنامجكم نهار جديد في نهاية لقائي بشكر طيف الكريم أستاذ عبد الرحمن مؤمن محاضر تنمية بشرية وعلاقات أسرية فشكرك جدا شكرا لحظة جدا مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة واستنونا بكرة وفريق عمل جديد وبرنامجكم نهار جديد